كلنا عندنا أهداف عايزين نحققه سواء الهدف دي بسيطة أو متوسطة أو معقدة بيجي أوقات اللاحية بنشتغل عن نفسنا وبنحقق جزء من الهدف ده بس بيجي في أوقات برضه بنوقف ومش بنقدر نكمل نهاردة هكون معاكم نجلام حمودو هنتكلم مع بعض عن إزاي تكمل الهدف وزاي تحط خطة صحة عشان تقدر توصل لهدفك Smart Goals عشان تقدر تحط هدف لازم الهدف دي بقى هدف زكي أو هدف اللي انت تقدر تحققه إزاي هدف زكي أو زي تقدر تحققه الهدف الزكي اللازم يبقى فيه خمس صفات مختلفة إيه الخمس صفات؟ الخمس صفات دي بيكتبعوا في كلمة Smart Smart هنا مش كلمة كلها على بعضها لا بالعكس يا كل رمز فيها أو كل حرف فيها رمز الكلمة أو رمز الصفة اللي هي لازم يصف بها الهدف أو الرمز معانا اللي هو S specific محدد لازم الهدف تاكي يبقى محدد مثلا لو قلت أنا عايزي تذاكر فيزياء فاتهينا بمحدد اللي انت بس أتذاكر الفصل الثاني في الفيزياء بيبقى كده الهدف بتاعك specific M miserable أي قابل للقياس بس أنا هتذاكر الفصل الثاني في فيزياء 20 صفحة عشان بعد كده أبقى أعارف مثلا لو كد ذكرت 10 صفحات أبقى عارفة مثلا أنجزت نصهم فإنت لازم يبقى قابل للقياس بيبقاش بشكل عشوائي ثالث صفة معانا اللي هي رمز الـ A achievable اللي هو قابل للتحقيق اللي هو يبقى الهدف بتاعك واقعي ما يبقاش خيالي يعني أنت بسا من الجيش توري هتذاكر الفصل الثاني في فيزياء 20 صفحة في نصف ساعة بيبقى كده مش هتحققه وكده هتضحبه محبط اللي انت محققتهوش بلاس يبقى حاجة واقعية مثلا اللي هو ذاكر 20 صفحة في ساعتين بيبقى كده تمامه وكده طبعا هتقسمه على حسب طغطك أو قدراتك فإنت كده هنا ويبقى اللي انت تقدر تحققه بالتالبش يسبق احباط لو انت محققتوش رابع صفحة معانا هي الـ R relevant اللي هي مرتبط بالفترة الزمنية اللي انت فيها مثلا لو انت طالب سنوي عام وعندك بتحنات سنوي ما تجيش بس هتقول لا أنا عايز راح أزاكر تركيا أو ألمانيا طب هي دي حاجة تبش مرتبطة بالفترة اللي انت فيها واللي انت تعملها هو شيء حلو وجميل بس في نفس الوقت هتعطلك عن حاجة لا أولوية أكتر في حياتك وبرضه ممكن نقول مثلا طالب جامعا دي بتحنات اللي يقولك لا أنا سافر صايف طب انت الجامعة دي ايه لازم تبقى الحاجة اللي انت بتعملها مرتبطة بالعدف اللي انت بتعمله او بالفترة الزمنية اللي انت فيها خامس صفة معانا هي time bound اللي هي لازم تبقى محددة بزمن انت دلوقتي حددت مثلا انت هتساكر فيزيا الفصل الثاني اللي هو عشد صفحة في مدة ساعتين امتى الساعتين النهاردة بكرة بعده لازم تبقى محدد اليوم ومحدد الوقت بالزبط شو تبضلش تأجل تأجل فيها عشان قطرة ما انت ما هتأجلها مش هتعملها في الآخر يبقى لازم يبقى ايه محدد الوقت بتاعها او محدد التاريخ بالزبط يبقى كده الخمس اهداف اللي هو تساعدك ليه تتعمل هدف زكي او خمس صفات اللي تساعدك ليه تتعمل هدف زكي هما smart schools الاس specific m miserable a achievable or relevant t time bound المهارة دي او لو اشتغلتها على نفسك مرة ورا مرة ورا مرة هتلاقي نفسك اكتسبتها وهتلاقي نفسك بالطبقة في حياتك كلها عموما من غير بها تبقى اللي انت بتوعب التحضر نحاب كذا او كذا او كذا لا هتبقى اسلوب حياتك وتبقى اسلوب اللي انت تحط اهدافك كده يكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا واتمنى لكلكم تتطبقوا المهارة دي في حياتكو تنسوش لو الفيديو عجبكو تعمل ليك وكمت وشير كلها مشترك في القناة لو كنا على اليوتيوب وطبع الوجي فيسبوك لو كنا عرفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته